إذن هذه الاعترافات الاعتراف الأول أن هناك مشروع لإدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب والجزائر متخوفة منه الاعتراف الثاني أن هناك دول تدفع لها الأموال من خلال المواقف وهذه الدول بينها من كانت تؤيد أطروحة البوليزاريو وهو اعتراف ضمني من عمار بلاني أن الجزائر كانت تدفع المال العام والاعتراف الثالث أن الجزائر صخرت جهازها الدبلوماسي في هذه القضية وأنها طرف أساسي فيها ودون ذلك كل كلام فاضي أما الحكايات هذه انتصارات وهمية والفشل الدبلوماسي صدقوني أن المغرب حقق إنجازات دبلوماسية غير مسبوقة أقولها ولست أصفق للمغرب ولا لدي حسابات مع النظام الجزائري لكن هذه المعطيات التي بين يدي والتطورات رهي تتسارع وربما جاي إنجازات أخرى ودول أخرى فأعتقد بأن عمار بلاني يتحدث عن إنجازات وهمية وقنصليات وهمية وهي قنصليات تمثل دول واضحة في حين أن الدولة الوهمية التي هي معلنة مزالت مجرد وهم لا عندها أرض تتواجد عليها المواطنين اللي أيدوا هذه الأطروحة رهي تواجده في تندوف ولا يجوز بمنطق القانون الدولي أن تكون دولة داخل دولة على طراب أجنبي ممكن أنها تكون حكومة مؤقتة يمكن أنها تكون حكومة مقاومة أو شيء من هذا القبيل أما أن تكون هناك دولة فأعتقد بأن هذه دولة وهمية ليس إلا لا عندها جواز صفر لا عندها عملة لا عندها تامبر انتاعها عندها وحق العلم من ديالها وهذه والدور به ولكن في الواقع لا يمكن للبوليزاريو أن تتواجد في مكان إلا بحماية الدبلوماسية الجزائرية وبحماية المال العام الجزائري فحين أنه لما ييجي عمار بلاني يقول بأنها دفعت أموال لسفارات ولدول باش تفتح سفارات ترى ماذا دفعت الجزائر للدول الأخرى التي تعترف بجبهة البوليزاريو حقيقة هذا الصراع وصل إلى منطق سخيف والنظام الذي يفشل في إيجاد حلول لأزمات الجزائريين راه ورت معاها صحراوة مساكن منذ ما يقارب نصف قرن وهو يمنيهم بالنصر المبين وأن القضية قضية وقت ولم يبقى إلا القليل وراه مرت الآن على أبواب نصف قرن وإن بقي الحال على هذا الحال الأمور رايح تسير المغرب يحسم كل شيء وجمهورية البوليزاريو تبقى في مخيمات تيندو